مشاهدين أهلا بكم من جديد انعكست الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بشكل عام كما أنها طالت بعض القطاعات بشكل كبير أبرزها السلع الأساسية والطاقة نتحدث إذن عن آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي مع ضيفنا في الستوديو الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور كريم أهلا بحضرك معنا أهلا بحضرك أهلا بحضرك مؤسسة كبيرة زي جولدومان ساكس بتتوقع الوصول إلى نسب مرتفع من التضخم أو الركود التضخمي الركود التضخمي يعني ارتفاع في أسعار السلع يواكبه تراجع في القيمة أو قوى الشرائية تنخفض به ربما مستويات الإنتاج تقل مستويات المعروض من السلع فتزيد الأسعار فنذهب إلى دوامة وإلى فجوة كبيرة من الركود التضخمي إذن العالم الآن داخل بشكل كبير لهذه الأزمة الكبيرة التي ربما لم تحدث بشكل كبير كهذا منذ عام 29 كيف ترى الوضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً زي ما حدثك أشرت أن في أزمة عالمية يمكن تأتي قوة تلك الأزمة ليس فقط في الأحداث اللي احنا شايفينها وليس فقط في الحرب والعملية العسكرية اللي احنا شايفينها في أوكرانيا ولكن جزء مرتبط بالعقوبات العقوبات اللي بيفرضها الغرب على روسيا ده جزء أساسي من الأزمة وهو الجزء الأكبر يعني وارد أي دولتين يحربوا بعض ده ما بيباش ليه تأثير بالمعنى الكبير على باقي دول العالم ولكن العقوبات الغربية اللي هو الجميع أصبح متضرر منها طبعاً ابتدينا نشوف حاجة تاني جديدة أن روسيا ابتدت برضو تفرض عقوبات يعني جرى العرف أن احنا كنا دايماً بنشوف الغرب والليات المتحدة هما اللي بيفرضوا عقوبات من طرف واحد على أي دولة يعني اللي متابع واللي بيشوف وقارئ كويس للسياسات بيشوف أنه كان دايماً الغرب والليات المتحدة يفرضوا عقوبات على باقي الدول والدول كانت بتحول تنقم بنفسها من العقوبات ولكن الآن أصبح فيه عقوبات متبادلة يعني أصبحت روسيا أيضاً تفرض عقوبات طب ده ليه أثره كان إيه على الاقتصاد العالمي؟ كان ليه طبعاً أثره وليه إنعكساته؟ إنعكساته أنه كان أول إنعكاس أنه أصبح لدينا فيه ربكة في الأسواق الدولية يعني إيه ربكة؟ يعني أصبح اللي عايز ينتج مش عارف ينتج واللي عايز يتاجر مش عارف يتاجر دكتور كريم كين الربكة ما حصلتش بشكل كبير حتى الآن لأن روسيا لم تبدأ بشكل حقيقي في تطبيق عقوبات يمكن أشارت إلى بعض العقوبات لكنها لم تطبقها بالفعل فبتالي الارتباك لم يصل إلى المدى المريعة كما يتوقع البعض ما بالك لو بتدت طباك تباك بالفعل يعني هي يمكن هددت بقطع الغاز والبترول مجرد التهديد تخلى أسعار البترول ترتفع إلى أسعار قياسية طبعا البترول لما أسعاره بتزيد بالشكل ده بيقود معه بقى المعادن وكل المواد الأولية بيرفع معه الألمونيوم، النيكل، الحديد كل السلع والمواد الأولية والمعادن والمعادن النفيسة والزهب طبعا زي ما احنا شفنا كل أسعاره بتزيد ده مش ارتفاع أسعار نتيجة الطلب ولا ارتفاع أسعار نتيجة انخفاض المعروض ولكن ارتفاع أسعار نتيجة المضاربات حتى ارتفاع أسعار البترول بالشكل ده رغم أن إمدادات العالم من البترول ما تأثرتش اللي انتاج شغال زي ما هو طيب ليه أسعاره اتفعت المضربات هنا بنقول في حالة من عدم اليقين حالة من عدم اليقين مرتبطة بالحالة النفسية للمستثمرين لأن احنا نتيجة الأزمات الاقتصادية اللي بتحدث في العالم بيترتب عليه أن فيه ثلاث حاجات بتحدث السلوك بيتغير يعني احنا كنا دايما بندرس للطلبة حاجة اسمها سلوك المستهلك وسلوك المستثمر وده ما نقول الحالة النفسية للمستثمر وتأثيره على الاستثمر وخلافه فاحنا هنا أمام الأزمات الوضع بيختلف فنلاقي سلوك الأفراد بيتغير بيتحول من فرد بيستهلك استهلاك العاضي الطبيعي إلى فردي بيتحول أنه عنده حاجة من الخوف احنا بنسمي اقتصاد الخوف قرار الشراء أصبح صعب بالفعل قرار الشراء ابتدأ صعب فبيبتدي يعني يبتدي يقلل استهلاكه من السلع الترفيهية والكمالية ويركز استهلاكه في السلع الأساسية وبالزيادة يعني دلوقتي على سبيل المثال إذا كان بيستهلك مثلا خمسة كيلو رز في الشهر وخمسة كيلو سكر يقول لك لا ده نجيبه وخزن على فكرة السلوك ده ليس فقط مرتبط بمصر ولكن كل دول العالم حتى أصبح الأسرة الأوروبية عندها حاجة حالة من الهلع فبتخزن المياه وبتخزن السكر والبكوليات وبتخزن فحم بيجيبه فحم ويعبه ويخزنه حاسيني أن فيه أزمة طاقة ممكن تحدث عندهم هناك مشاهد ظهرت في أوروبا لخلو بعض الأرفف من السلع الأساسية وفي هذا تخوف أوروبي كبير الآن طبعا الخلو الأرفف في المحلات التجارية في أوروبا ده ليسببين أول سبب الاستهلاك بتاعهم زاد لأن هما دائما متعودين ينزلوا على الحسب متوسط الاستهلاك اليوم لكل منطقة أو لكل متجر ما يساوي طن مثلا من السلع والنتجات لما استهلاك الناس زاد لدرجة التخزين فابتدنا نشوف الأرفف خوية ده الجزء الآخر طبعا عندهم أزمة أخرى برضو بسبب ارتفاع أسعار المحروقات فأبتدى صائقي الشاحنات وصائقي الحافلات اللي بينقلوا المواد الغذائية ابتدوا عملوا نوع من أموال إضراب لأنه شايفين أنه أصبح الشغل غير مجدي ارتفاع أسعار المحروقات بالشكل الكبير ده ترتب عليه أنه أصبح ما عندهمش ربح بيحققوا فتوقفوا وطبعا ونقلوا مشاكلهم للحكومات الأوروبية إلا هتبتدي الحكومات الأوروبية تبحث وتشوف إلا هيحصل ليه طيب؟ لأن الاتحاد الأوروبي هو في النهاية كتلة واحدة فما فيش دولة ينفع تاخد قرار لوحدها عشان كده احنا شايفين إلى الآن على الرغم أن فيه تباين في معدلات التدخم في الدول الأوروبية يعني دولة 8 دولة 9 دولة 3 لكن أسعار الفائدة عندهم ما يقدروش يرفعوها بشكل يعني يتناسب مع التدخم ليه؟ لأنه هم مش معدل تدخم واحد في الاتحاد الأوروبي كل دولة تفرق عن التانية فإذا دولة مثلاً على سبيل المثال ألمانيا رفعت معدل الفائدة أكتر من باقي الدول ده هيخلي رؤوس الأموال تتجه لها من باقي الدول الأوروبية تنسحب وتروح ألمانيا عشان كده هم عندهم مشكلة مش عارفين إيه السياسة الصح عندهم ارتباك حتى أصبحت الدول الكبرى عندها ارتباك هم مش عارفين إيه الحل السريع والفعال لتلك الأزمة طول ما فيه مضربة على أسعار البترول فبالتالي هيكون فيه ركة في الأسواق الدولية لأن دايماً بنقول على برميل البترول ده مش يعني الحكامش برميل 800 دولار ده ده بيترحل كل دولار زيادة في برميل البترول بيرحل أزمات ومشاكل وارتفاع في أسعار سلع أخرى نعم طيب مسألة ركود التضخمي التي أشار إليها أحمد في بداية اللقاء كيف يمكن أن تنعكس علينا هنا في مصر هل يمكن أن تتأثر بعض القطاعات في مصر بما يسمى بركود التضخمي طبعاً يعني الركود التضخمي كان دائماً نسمع عنه أنه هو ممكن يحدث في دولة أو دولتين لكن الآن أصبح العالم كله مهدد أن يحدث فيه ركود تضخمي لكن هل في قطاعات بعينها ستشهد هذا؟ مدام اتفعت أسعار البترول بالأسعار الكبيرة دي هتأثر طبعاً على الصناعة وإذا تأثر الصناعة تأثر على التجارة ويتأثر على النقل والسفر لأن الطيرات والقطرات والسيارات والحافلات ده كله ده بيصير بالمحروقات فبالتالي هتتأثر طبعاً واللي كان بيسافر مثلاً مكان بعيد هيبتدي يسافر مكان قريب أو ما يسافرش هيبتدي السلوك لدى الأفراد يتجه للإضخار أكثر منه إلى الاستهلاك هيبتدي أنا زي ما قلت أن سلوك الأفراد بيتغير وأيضاً سلوك المستثمرين أحنا قلت الأفراد بيزيدوا من استهلاك السلع الأساسية وبيخزنوها في حين أن المستثمرين بيبتدوا يتحولوا من الاستثمار المنتج لكن ماذا عن القطاع العقاري مثلاً؟ هل يمكن أن يتأثر في مصر بسبب هذه التحركات التحركات الفائدة وأيضاً ارتفاع أسعار البناء؟ طبعاً ارتفاع أسعار البناء أكيد بشكل تبعي سيرفع أسعار العقارات معها أكيد بالفعل خاصة الوحدات الفخرة والوحدات التي هي أسعارها مرتفعة أكيد سعرها سيزيد بشكل كبير فده قطاع العقار أكيد هيتأثر ودائماً أنا كنت بقول أني مع الأزمات الاقتصادية زي ما قلت أن المستثمر بيبتدي يخير استهلاكه من القطاعات المنتجة إلى القطاعات الغير منتجة فبيبتدي يشتري في العقارات فممكن يلاقي العقارات أسعاره بترتفع بشكل كبير كمان برضو القطاعات من العقارات عفواً من القطاعات الاقتصادية اللي بينعكس عليها التضخم بشكل سريع يعني أسرع حاجة بتبان في التضخم العقارات بنلاقي أسعارها بتزيد بشكل كبير والإيجارات حتى بتاعت الشؤى وخلافه بتزيد بشكل كبير ده بيبقى انعكاس سريع للتضخم وارتفاع الأسعار دي من ضمن الإشارات اللي بتظهر يعني أنه ممكن يكون فيه تضخم يحدث نتيجة ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير لأنه كمان أنا زي ما قلت أنه بتعتبر دي أصول الكل بيخشى على قيمة النقود بتاعته للقوى الشرقات بتاعتها بتنخافض فبيبتدي يشتري لإما دهب لإما عقار يعني دي بتبى البدائل اللي قدامه علشان يحافظ على مخزن للثروة بنفعل مخزن للثروة لأن احنا شفناه أي حد مثلا كمع فلوس مع الأزمة دي 100 أقلت لكن اللي معها عقار لو شق مثلا مثلا 800 ألف مع الأزمة دي زيد برضو يعني مع الاتفاع الأسعار أسعار الشؤى والعقارات بتزيد فعشان كده بيبليء انعكاساته طبعا على العقارات القديمة وأيضا العقارات الجديدة لأن الأسمنت والحديد ومواد البناء والسراميك وخلافه دي كلها أسعارها بتزيد وبيبليء انعكاسات على الأزمة دكتور كريم قبل الأزمة مباشرة كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن ثلث التضخم المصري مستورد لأن جزء كبير من المواد المستهلكة المواد الأساسية المستهلكة في مصر مستوردة فتستورد بنسب الارتفاع التي تحدث في بلد المنشأ الآن نسب التضخم العالمية من الدول التي نستورد منها في الغالب والاتحاد الأوروبي والشركة التجاري الأول ترتفع بنسب كبيرة في ألمانيا مثلا وصلت نسبة التضخم لـ 5.2% تصل في بعض الدول لـ 15% في الاتحاد الأوروبي بالتالي ما نقوله الآن عن أهمية تقليل الاستهلاك هو يصب في النهاية في صالح تقليل التضخم في مصر لأنه التضخم في هذه الحالة يأتي بأكثر من الثلث مستورة بالحسبة السريعة البسيطة فإذا فكر تقليل الاستهلاك الآن أو ترشيد الاستهلاك الآن لضمان استمرار السلعة مستمرة في الأسواق المصرية بأثمان مناسبة هو الآن في يد المواطن حتى يكون أكثر دراية ويجب أن يكون أكثر دراية بما يحدث في الأسواق العالمية الدول تعتبر الدول المتضرر الأكبر من التضخم المستورة الدول اللي بتعتمد على المواد الغذائية بالكامل شراء من الخارج لكن احنا بنجيب جزء من الخارج أكيد وابتدينا نكتفي ذاتي مع عدد كبير من المنتجات زي ما احنا كلنا عارفين طبعا فاحنا بنقول أن التضخم المستورة ده يعني بنتيجة لا هو ارتفاع في تكاليف الانتاج في الداخل ولا أسباب داخلية ولكن من الخارج أنت الجزء اللي بتستورده من الخارج بيجيلك أسعاره مرتفعة بشكل كبير مثل الزيت مثلا بالفعل نعم مثل الزيت مثلا وهي مادة أساسية وتأتي بنسبة كبيرة بالاستيراد طبعا لأن احنا الزيت احنا دولة مستوردة للزيت يعني 90% ولا حاجة تقريبا من نتجاتنا الزيتية احنا بنشترام الآخر لأن الزيت مادة غذائية بنستخدمها ومهمة دخلة في الغذاء المصري والمواد الغذائية الأساسية وفي الصناعات الغذائية فاحنا بنستوردها في جزء بيبخص خاص بالاستيلاك وجزء بيخش برضو في الصناعات الصناعات الغذائية وخلافه فحتى الحبوب الزيتية برضو جايلنا مرتفعة يعني حتى الحبوب الزيتية لأن دول البحر الأسود ودول شرق أوروبا أوكرينيا والمجر ورومانيا كل الدول دي أيضا وروسيا أيضا دي من الدول بتزرع بالإضافة إلى الأمح الحبوب الزيتية فلسوية وعباد الشمس وعباد الشمس والزرع وخلافه هي دول منتجة جيدة للحبوب بيستخدموا نطاق الحجم الكبير في الاقتصاد الزراعي وبيطبقوا قواعد الزراعة التكنولوجيا الحديثة فبينتجوا حبوب بسعر أقل وكميات كبيرة ووفرة كبيرة فبتصدرها وبالتالي طبعا واردات الحبوب الزيتية بتأثر على العالم وتأثر طبعا على الدول المستهلكة بشدة لها ومنها طبعا الدول العربية ومصر وهي طبعا على الفكرة مش الدول العربية ومصر وغط كل دول العالم متأثرة يعني كل الدول بتستهلك تلك المنتجات فأنا يجب أن أقول أنه تضخم مستورة ده طبعا بيعيد إلى الأزهان لنا نقول أزمة البترول اللي حدثت فترة السبعينيات نفس المشكلة تقريبا أنه لما ذات أسعار البترول بشكل كبير واعتبرنا أنه سلاح حددنا به الغرب أنه راح انعكس لنا الموضوع ده في أن السلع والمنتجات اللي جاء من الخارج المرتبطة بالبترول أن البترول ده دخل في كل حاجة وليس فقط مصدر للطاقة كمان حتى الملابس والمنسوجات والصناعات الجلدية خلافه بيها مواد مصنعة من البترول وخلافه وصناعة البتروكمويات والأسمدة والأجهزة يعني ده بطبة كلها حاجات مرتبطة بالبترول لأنه كمان باقي المواد الأولية النيكل والألمونيوم والفوسفات وكل ده السلع دي بتخش في صناعة الألكترونيات والأجهزة الكهربائية فبطبة هي دايرة مرتبطة ببعض وبالتالي لما بيزيد التضخم في الدول الأوروبية نقابات العمال بتضغط على الحكومات عندهم وهم أغلبهم داخلين انتخابات فرنسا داخل انتخابات وفيهم دول الرؤساء داخلين انتخابات فبالتالي بيضطروا يرفعوا المرتبات أو يفرطوا في السيولة بنوع لها السيولة مفرطة ودي يمكن كمان إحنا جايين بعد أزمة كوفيد فبالتالي الأزمة جاية مضاعفة وتأثيرها مضاعف على دول العالم فالتضخم يزيد أكثر فالتضخم يزيد أكثر وكان في موجود تضخم جاء لوحدها من قبل الأزمة دي فبالتالي فيه موجودين جايين تضخم متتاليتين هل بترى أن هناك قطاعات بعينها تحتاج لتمويل أكثر للتعافي؟ طبعا يعني إحنا في ظل الظروف دي بنبتدي نشوفها القطاعات الأكثر أولوية يعني إحنا زي ما كنا أيام كوفيد كنا بنتحدث عن قطاع الصحة بنجل الاتصالات والمعلومات إحنا هنا بنبتدي نتكلم عن قطاع قطاع الزراعي قطاع الزراعي هنا بتبرز أهميته بشكل كبير الدول اللي كانت شغالة على مجهودات الاكتفاء الزاتي من الصلع الزراعية والصلع الزراعية اللي هي يعني منون عليها ذات أهمية اقتصادية بالنسبة لها لأن في دول ممكن تزرع حاجات ما مش بتستهلكها إحنا نركز على السلع اللي احنا بنستهلكها يعني كل دولة بتركز على السلع اللي هي بالنسبة استهلك فيها أكبر وأيضا بتنتجها بمواصفات جيدة وعندها فيها ميزة نفسية لأن في ساعات بيكون عندك سلع أو سلع أو صمرة أو أيا كان سلع غزائية مهما حاولت تزرعها عندك مش هتحقق منها المرجو منها فبالتالي انت بتتجي هناك تستوردها بيبال استراض أرخل ولكن انت تركز في السلع اللي هي ذاتة ايه بتقدر عندك قدرة في التنفسية في زراعتها وإنتاجها وتسويقها واستهلكها فهنا بيبرز الاهتمام بقطاع الزراعي والصناعات الغذائية أو الصناعات الزراعية المرتبطة بالصناع يعني مثلا دولة بتزرع حبوب يبقى أيضا الصناعات المرتبطة بالحبوب زي الطحن والتغليف وتحويله لمنتجات الغذائية أخرى وبأشكاله الأخرى الخضروات والفواكه وتعليبها وتكفيفها وخلافه كل دي بتبقى أمور يعني مرتبطة بالزراع يبقى هنا بتبرز قطاع الصناع عفل قطاع الزراع كأهمية كبيرة لأنها بالأساس دي أزمة مواد غذائية ومواد غذائية أساسية وإحنا كنا حتى تعلمنا الدرس من أيام كفد لما حصل انغلاق كل دول العالم أفلت فبالتالي كانت الدولة اللي بتقدر تنتج أكبر قدر ممكن من السلع الأساسية لها الغذائية هي اللي قدرت يعني كان تأسير الأزمة عليها طعيف وتنجو من الأزمة شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور كريم العمدة وأستاذ الاقتصاد السياسي أشكر حضرت كفل